كمان في المقصورة الرئيسية وهنا خلينا نقف بالتحية والتأدير والاحترام للكابتن حسن حمدي كابتن حسن حمدي يا جماعة وهو مع الكابتن خطيب في المقصورة من أول يوم والبعثة مسافرة يمكن الكابتن خطيب جي بعد البعثة ما سافرت بيوم لأنه كان مرتبط بمعاد مع الدكتور المعالج لأنه كان جاي من أوروبا للقاهرة فاستناه لكن أنتم متخيلين أن الكابتن حسن والبعثة مسافرة مسافر معها موجود هناك عشان يحسس اللعيبة أن كل رموز نادف ظهرهم أن هذا الظرف الصعب اللي الأهل بيمر بيه واللي اتفرض عليه أن يتخذ منه تسعة لعيبة مع المنتخبات سواء منتخب مصر أو منتخب مالي أو معلول مع تونس شايفين الكابتن حسن في فندق الإقامة وفي كل تحركات البيعثة مع الكابتن الخطيب باستمرار موجود بيتطمن على الفرقة بيدعمها بيسندها بيد اللعيبة هذا الدعم وهذه السقة أنه كل رموز النادي وراكه أن أنتم عليكم مسؤولية كبيرة كابتن حسن بره إطار المسؤولية العامة في النادي الآلي بس مش بره وجدان الأهلوية أبدا عشان كده حريص كان أنه كل المباريات يحضرها التدريبات بيروح يتابع طبعا لا بيتدخل ولا لكن مجرد وجوده رسالة مباشرة للعيبة أن كل رموز النادي عندهم ثقة كبيرة فيكم